السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم على اثنين من الوركشيت فانكشن او دوال ورقة العمل الجداد اللي نازلين في اوفيس لوي 65. الاولانية اسمها جروب باي والتانية اسمها بيفوت باي. طبعا يعني وان الفيديو بيقول بطل تستخدم البيفوت تيبل انا مقصودش ان تبطل تستخدمه على الاطلاق. لا طبعا انا من المشجعين جدا على البيفوت تيبل وعندي سلسلة كاملة بتكلم على البيفوت تيبل. لكن اللي عايز اقوله ان في بعض الاحوال لو انت عندك شغلانة صغيرة ومش محتاج انك تشتغى عليها باستمرار او مش هتقرر الشغل عليها اكتر من مرة. ممكن جدا تعملها باستخدام دوال ورقة العمل الجديدة اللي هما جروب باي وبيفوت باي. بالمناسبة المعادلتين دول معادلتين جداد نزلوا في خلال السنة دي سنة الفين اربعة وعشرين. مش متذكر امتى بالزبط معادل نزلوا فيه لكن هما كانوا في خلال السنة دي. طبعا هما دلوقتي مش متاحين لكل المستخدمين في اوفيس بطبيعة 65. متاحين بس للناس اللي عندها البيتا فيرجن. لو انت قريدي عندك اشتراك في اوفيس بطبيعة 65 هتعرف تشتغل على كل المعادلات المتاحة للناس كلها. لكن لو انت عايز يكون عندك اكسس على الحاجات الجديدة اللي لسه بقدش متاحة او لسه في طور التجربة وعايز يبقى ليك اكسس عليها فانت محتاج تشترك في حاجة اسمها البيتا فيرجن. وقبل ما نبص على المثال حواريك ازاي ممكن تزبط بتاعتك بحيث ان هي تبقى شغالة على البيتا فيرجن واي حاجة تنزل جديد تلاقي نفسك عندك عليها اكسس قبل بقية الناس عشان تجربها وطبعا دي بتكونش الفيرجن النهائية من الفانكشن او من التعديل اللي هما عاملينه بتكون تجريبية وكل شوية بيحسنوا ويتواروا فيها وبعد كده بتنزل الفيرجن النهائية. يلا بينا نروح على الاكسل ونبص على ازاي نشغل البيتا فيرجن وبعد كده نبص على المثال ونتفرج مع بعض على جروب باي وبيفوت باي. تعال بداية نشوف ازاي ممكن نشغل البيتا فيرجن عشان يبقى لك اكسس على المعادلتين اللي هنتكلم عنهم النهاردة وكمان اي تعديل هيحصل او اي ريليس جديد هينزل هتكون انت من اوائل الناس اللي بتجربوا قبل ما ينزل ويكون متاح لكل الناس عشان نعمل كده هنروح على الريبن بتاع فايل ومن الريبن بتاع فايل حنزل تحت خالص حاجة اسمها اكاونت اول ما هفتح الريبن بتاع الاكاونت ده هروح ادور على ماكروسوفت 365 انسايدر دي الحتة اللي انا عايز اشتغل منها. هدوس على الساهم اللي باصل تحت ده وهاختار جوين ماكروسوفت 365 انسايدر اول ما هدوس عليها يفتح لي الويندو دي واول حاجة علشان هي كلها دمد كده عشان تبدأ تشتغل لازم اتشك على اول حاجة فوق خالص وهتلاقي مكتوب عليها مكتوب عليها sign me up for early access to new releases of microsoft 365 يعني ايه يعني اول ما يكون عندك تعديل update سواء كان اي فيتشار جديدة لو سمحت خليني من اوائل الناس اللي تجربها قبل ما تكون متاحة للناس كلها فده اول حاجة هنعملها الحاجة التانية علشان يبقى عندك اكسس على البيتا version كمان محتاج تعمل حاجة تانية الا واهية انك تروح على البوكس اللي هنا ده هنعمل ايه في البوكس ده هنشغل ال drop down او هننزل ال drop down دي هتلاقي فيه اختيارين يا اما current channel preview او ال beta channel انا هختار ال beta channel وبعد كده محتاج تشك على اجري terms and conditions هتشك عليها وبعد كده ادوس على اوكي طبعا اول حاجة هتجي لك رسالة بيقول لك متشكلين يا سيدي هقول له اوكي الحاجة التانية هتلاقي ان هو بيقول لك ان حرك دلوقتي بقيت مشترك في ال insider وهتلاقي الرسالتين دول بيقول لك ان انت ساين لل beta channel ومعنى كانك هتريسيف تقريبا تعديل مرة كل اسبوع تقريبا فحتى ممكن بعد كده تلاقي نفسك من اسبوع لتاني بتلاقي طبع بعد التغير في الاكسل فما تتخضش لان انت مشترك في ال beta version كمان مش بس كده هتلاقي ال ويندو دي فتحت طبعا اه هتلاقي ان هو بيعمل للابديت اللي انت محتاجه عشان يبقى عندك ال beta version طبعا ده هياخد شوية وقت بينزل من الانترنت هيداونلوده من الموقع بتاع ماكروسوفت واول ما هيخلص هيطلب منك انك تقفل كل الافيس بتاعك علشان يعمل الافيس او يعمل الافيس او يعمل الافيس ده وطبعا ده كله بياخد ثواني مش حاجة طويلة قوي ولما يخلص هيديك رسالة يقول لك انا خلصت فاحنا هنستنى واشوفكو بعد لما يخلص طبعا هما كده خلاص خلص عملية الداونلود بيطلب منك انك تقفل علشان هيعمل اه ابديت فمحتاج تقفل كل حاجات الاكسل فممكن اقول له مافيش مشكلة فهو الواحد وهيروح يقفل كل الابس المتعلقة بالاكسل وهيبدأ يعمل اهو كتب لك الابديت وحتبدأ تنزلك الابديت بشكل طبيعي ولما تخلص هتفتح الاكسل هتلاقي ان شاء الله المعادلات الجديدة اللي مكانش موجودة عندك واي ابديت معمول هيكون عندك عشان تبدأ تتجربه قبل بقية الناس تعالى بقى نبدأ المثال بتاعنا على الشمال عندي جدول اللي فيه الديتا زي ما حاك شايف خمسة عندي ديت وعندي السنة لو بصيت هما سنتين بس تسعتاشر وعشرين طبعا نديتا صغيرة مش كبيرة كمان عندي الكاتيجري عندنا اربع كاتيجري وعندي بعد كده الكميات المباعة والقيمة اللي تم بيها عملية البيع لكل الترانزاكشن من الترانزاكشنز الموجودة قدامنا المطلوب ان انا اعمل حاجتين اول حاجة اعمل يعني عايز اجيب المبيعات بالسنة بالكاتيجري عايز اجمع الكوانتيتي والسيلز بالسنة وبالكاتيجري فتعالا نجرب نشتغل بجروب باي وانا واقف هنا هبدأ اكتب اكتب ايكولز وبعد ابدأ اكتب جروب باي هلاقي اول اختيار هو جروب باي وبعد كده هنمشي على الاسكرين تيب ونشوف طلباته ايه بالزبط اول حاجة عايز مني الرو فيلد يعني الرو فيلد طبعا حراك لما بتيجي تعمل سامري لاي حاجة محتاج مسلا وليكن بداياتا عايز سامري الكاتيجري فاول حاجة محتاج ان انا اطلع يونيك لست بالكاتيجري زيان انا احط قيمة واحدة لكل كاتيجري جوه لسته فده بالزبط الرو فيلد حراك هتحط ايه الفيلد اللي هتحطه في السطور وبالتالي اعملك منه يونيك لست في الحالة بتاعتنا هو هيكون الكاتيجري فاقف هنا اول بعد العنوان وادوس على شفت مع كنترول وساهمل تحت عشان اختار الكولم بالكامل وبعد كنترول ماينس عشان ارجع الاول تاني وكده اختارنا الرو فيلد طبعا نعمل كاما عايز مني ايه تاني الفاليوز فين الفاليوز اللي هعمل عليها سامري خد بالك احنا قلنا عايزين سامري بالسامري بالكاتيجري بس خلينا نبدأ بالكاتيجري الاول ونشوف هنعملها ازاي بعد كده والحاجة التالية احنا عايزينها ان احنا نعمل سامري للكوانتيتي وللسيلز لكن انا حبدأ برضو بالكوانتيتي بس ونتفرج على الفانكشن وبعد كده نبدأ نطور شغلنا وانحنا ماشيين فعشان اعمل سامري للكوانتيتي هروح اختار اول سيل برضو تحت الهيدر ودوسها شرفت مع كنترول وساعمل تحت كنترول ماينس اشارجع الاول وكده انا اخترت العمود بالكامل وبعد كده طالب مني فانكشن انت طبعا عارف الل risque في افوق الاناتيلم ممكن يعملك اكتر من من فانكشن ممكن يجمع ممكن يعد ممكن يجيب الماكس ممكن يجيب المينيوم ممكن يعني حاجات كتيرة لو تلاحز هنا دي كل الحاجات اللي ممكن يعملها ممكن يعمل ممكن يعمل ضرب من ماكس تابع انها بإطلاق من تلك ايه starablib托 اي له عجرة rate بالكضاء طبعا هنا في حالة انه هو properties ill даже retro match نعمل لي سامري بالكاتيجري. الفاليوز اللي هتجمعها موجودة في الكوانتيتي وعايزة تستخدم الفونكشن اللي اسمها سام. هاقفل وادوس انتر هتلاقي بشكل اوتوماتيك على طول. عمل لي السامري وكمان فيه توتل تحتيه في الاخر. يعني هو الواحده كده تطوع. وعمل لي لين بالتوتل. وطبعا كلها كلها جاية من سال واحدة. طيب احنا مش بالزبط اللي احنا عايزين ويحنا قولنا السامري يبقى بالسنة وكمان بالكاتيجري. مفيش مشكلة. دابل كليك على اول سال فوق على الشمال. دابل كليك عشان نعمل ادت. وتعال اقف اهو ادي اول حاجة كنتم مختارها الرو فيلد. ونكنا مختارين الكاتيجري بس. طب تعال نجرب كده ناخد معانا السنة كمان. وندوس انتر. فعلا حطي الاول السنة. عمل لي ونيك لست بالسنين مع الكاتيجري. يعني 2019 اكسسيريز بايكس 2019 وهكذا. وبعد لما خلص بدأ سات تانية فعمل لي برضو ايه تجميع زي ما حالك شايف كده بالزبط. وبرضو عندي التوتل والتقسيمة موجودة كده قدامي بشكل هايل. طب لو عايز بقى كمان السيلز. اذا كده جاي بالقوانتي. لو عايز بقى السيلز. تعال بقى نجرب نعمل ادت تاني. دابل كليك عشان نعمل ادت. وده الجزء اللي اختارنا فيه الفاليوز. تعال نجرب نكسبانده. هاخده كده من الكورنر واكسباند. ادخل معايا السيلز. ودوس انتر. فعلا زود لي كمان السيلز. فبقى عندي هنا ساماري للكوانتيتي. وعندي هنا ساماري للسيلز. والتوتل بيريفلاكت الاثنين. طبعا حاجة عظيمة جدا. اللي ناقصني هنا حاجتين. الحاجة الاولية للهيدرز. لان طبعا كده. لو انا خدت ده في بيج تاني على حاجة. هبقى مش فاهم ده سيلز ولا ده كوانتيتي ولا ده ايه بالزبط. وده السنة ولا ده رقم الاي دي ولا ايه بالزبط. فمحتاجة حط هيدرز. محتاجة حط لابلز. عشان نعمل كده برضو الفانكشن دي بتساعدك انك تعمل كده. فهنعمل ادت المرة التالتة. وهنوقف بعد في الاخر خالص بعد فانكشن. ونبدأ نعمل قمة. ونشوف الحاجات اللي هي مش منداتري. يعني مش لازم تعملها لكن هتدي لك امكانيات اكتر الفانكشن. هنعمل قمة اول حاجة اسمها الفيلد هيدر. طالب مني الفيلد هيدر. وعندي اكتر من او. يا اما نو. وده الديفولت. يا اما ياس بطون شو. يعني ايو انا عندي هيدرز بس مش هكتوريها. او لأ انت جنرات يورون. تعال نجرب بقى اتنين كده. وبعد كده ندوس انتر. بص هو عمل لك ايه. طبعا يعني مش بطالة لكن مش هتساعدني قوي. لكن الافضل ان انا احط الهيدرز بتاعتي. وهي موجودة في الجدول فالموضوح هيبقى بسيط قوي. فبدل دي. هعمل باك سبيس على تو. واختار تلاتة بتقول له يس ان شو. ايو انا عندي هيدرز لو سمحت بيّنها. طب قبل ما دوس انتر هاختار تلاتة الاول اهو. وقبل ما دوس انتر تعال بقى نكسباند. برضو الاري الاوانية اللي فيها الرو فيلد. تعال ناخد معنا الهيدرز. ونعمل نفس الكلام في الفاليوز. ناخد معنا الهيدرز. وبعد كده ندوس انتر. بص الجمال عندك هوا ادي السنة. و ادي الكاتيجري. و ادي الكونتي. و ادي السيلز. حاجة ممتازة جدا جدا. هترجع تقول لي طيب بس انا لو عندي. وبعمل الشكل ده بالبيوت بيطلع لي. هل ممكن حركتك بنا في الفانكشن دي. هقول له حضرتك اه ممكن جدا. وتعالى نعمل ادت مرة كمان. وبعد كده هعمل قمى. الاختيار اللي بعد كده اسمه. وده بيسألك انت عايز بس. يعني عايز الاجمالي العام. ولا عايز كمان الاجمالي الجزئي او الاجمالي الفرعي. عايزين يا باشا الفرعي اللي هو السب توتل. فهنختار اتنين. جراند اند سب توتل. دابل كليك عليها. ودوس انتر. وبص كده معايا. ادي عندك اهو السب توتل بتاع سنة الفين وتسعة عشر. وادي كمان السب توتل بتاع سنة الفين وعشرين. تعالى مثلا ممكن حتى ندي بولد كده للايه للهادر عشان يبان معنا. ونعمله سنترد. فتقريبا انت ده قريب جدا من الشكل اللي بيجي لك من البيوت تيبل لما بتعمل حاجة بالشكل ده. طبعا المزايا الخطيرة اللي ممكن استغل بيها الموضوع ده. ان انا احول الجدول ده الى تيبل. وبالتالي اخلي بتاعت دي او بتاعت جروب باي تقرأ على طول الكولوم بالكامل. فلما اضيف ديتا جديدة هيحصل بشكل اوتوماتيك. فتعال نجرب مع بعض. هاختر اي سيل جوه الجدول. كنترول تي. طبعا هقول له اوكي على طول. وبعدين هروح على الديزاين. واقول له لو سمحت تسمي ده مثلا سيلز ديتا. حاجة اي اسم. خليها سيلز كفاية. ودوس انتر. وكده تحول الى تيبل. فاضل بس ان انا اروح على المعادلة اللي هي جروب باي اللي موجودة في الطوب كورنر. وابدأ اغاير الرفرنس ده. واخليه باصس على تيبل. خد بالك ما تكون مختار اتنين كولوم مع بعض. فحبدأ اختار الكولوم الاولاني. لو قفت بس كده عملت هوفر هتلاقي الساهم الاسود. دوسها واحدة هيختار زي ما حراج شايف كده. اختار هنا كاتب لي ايه بص عفو ملابار. كاتب لي سيلز. ده اسم الجدول. وبعين جوه اتنين سكوير براكت كاتب اسم الكولوم اللي هو ايير. لكن كده مش واخد معي الكولوم. يبقى محتاج اعمل كلكها كمان. الك كاتب سيلز وابقى كده اول وابقى كده ايير. كده يبقى واخد معي ايه? واخد معي كمان الهيدر. طيب وانا اعمل كده ممكن ادوس على شفت واعمل ساهمي مين. فهتلاقي بعد ما كان كتب ايير. بقى كتب ايير. بعدها نقططين والكاتيجري. يبقى كده مختار التو كولومز مع بعض. يبقى ده بالزبط. ده انا كنت عايز اعمله. وعايز اعمل نفس الكلام هنا في الحتة بتاعت الفاليو. فحختار الحتة ده بالاحمر دي. وتعالى نبعد ده نخليه فوق شوية. ونفس الكلام وان كليك عشان اختار العمود. كتاب لي هاو سيلز كوانتي. كليكها كمان عشان اختار معي الهيدر. وهيكتب لي اول. وبعد كده شفت وساهم يمين. هيكتب لي كوانتي وبعد كده السيلز. وبعد كده كنترول باك سبيس عشان ارجع فوق وابص على المعادلة بتاعتي. ولو دست انتر مش هيغير اي حاجة. لكن كده انا بقيت باصص زي ما حراك شايف على تابل بدل ما كنت باصص على سات ريفرنس. تعال بقى نجرب نجيب ديتا بتاعت واحد وعشر انا هتطلق هنا كنترول سي وهروح على الريبورت وانزل تحت خالص كنترول في ومن غير ما اعمل ريفرش ولا اي حاجة عكس لو طلعت فوق هتلاقي السامري بتاع حضرتك تزود عليه على طول السنة الجديدة اللي هي سنة واحد وعشرين. طبعا حاجة هيلة جدا. وكمان بتابديت الديتا بتاعتك بشكل اوتوماتيك ومن غير حتى ما تعمل ايه ما تعمل ريفرش. في الجزء الاخير من الفيديو عايزين نشوف بقى 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 طب ليه عايزين بقى بقى لان GROUP-Bai هذا هو واحد من البيوت تابل. لانا ايضا احضر التابل ا دعاله مثلا السنين واختبها ال shown. اعني افكر اضطنا 2019 وهنا 2020 وهنا اضطنا الى هو ال fora. اضطنا جدول بالشكل ده. ليس ممكن او اضطنا باستخدام GROUP-Bai لكن اضطنا باستخدام Pivot-Bai يعني برضوا سأتأكل ثماري ولكن ثماريSO تحرك في الاعمدة وصفوف تحرك في الصفوف. زي ما حالك شايف كده بالزبط فحنشتغل على وهي على فكرة شبهها قوي لو انت لو عرفت تشتغل على واحدة هتعرف بالضرورة تشتغل على التانية. حبدأ اكتب اكول وحكتب اكتب الاختيار الاول بتاعي اهو او التاني اختيار الاختيار والطالب مني برضو احطي لك ايه في الروز نفس الكلام بالزبط انا عايز وتعلمنا بقنا ممكن يجيب الهيدرز فحاخد معي الهيدرز مرة واحدة فحعمل اتنين كليك مش واحدة ولو شايكت على الفوملا بار او شايكت حتى جوه هتلاقي مكتوب لك اسم الجدول بعدها اول وبعد كده ده اسم ايه اسم الكاما. كما الطلب التاني محتاج مني الخد بالك هنا عايز روز بس لانا عايز روز وكلامز هحط ايه في الاعمدة وهحط ايه في الصفوف المرة دي عايزك تحط لي السنوات فحعمل برضو دابل كليك هاختار مع اول مع السنة وبعد كده كما عايز مني مين المرة دي عايز الفاليوز مفيش مشكلة خلينا اسهل طبعا ممكن اختار السيلز مع الكوانتي مفيش مشكلة لكن تعال ناخد السيلز المرة دي فحاختار بس السيلز ونفس الحكاية هاختار مرتين او اعمل كليك مرتين علشان يختار برضو الاول او ياخد معه الهيدرز وبعد كده كما الطلب اللي بعد كده الفانكشن عايز تعمل ايه في الحاجات دي تعال مرة دي نغير تعال نقول له والله هاتلي الكاونت يبقى ممكن يديني ايه يديني الكاونت وبعد كده كما يسألني عندي هيدرز اه عندي هيدرز ييس اند شو وبعد كده ممكن هتلاقي بعض الابشنز الاخرى زي الرو توتل دبت ونفس الحاجات التانية فيه كمان صورت محتاج ترتب بايه طبعا كل دي ممكن حركت استكشافها بنفسك لكن عشان الفيديو بقاش طويل اوي خيانا توقف عند هزي النقطة وبعد كده هاقفل القوس وحدوس انتر وزي ما انت شايف كده حراك حاجة ممتازة جدا ادي جاب لي اول موجود فيهم الهيدرز الهيدرز دي بتقول ايه بتقول دي سنة تسعتاشر وسنة عشرين واحد وعشرين وانا جايب ايه جماعة جايب السيلز وطبعا لو عملت دول مسلا بولد كده عشان ايه نميزهم شوية وبعد كده هتلاقي ادي التوتل موجود برضو تحت وزي ما انت شايف كده جاب لك ايه او بيسموه يعني ايه يعني عندي في الروز وفي الاعمدة عكس ايه النوع ده من الجداول اللي هتكون الهيدرز موجودة بس في الروز مش في الروز والاعمدة لو حبيت اغاية اتاكد ان هي عاملة الحزبة مظبوطة لو حبيت اغاية الكونت خليها سام رجعها سام تاني ودوس انتر هتلاقي الجران توتل اللي موجود تحت مظبوط بالزبط في الحالتين مرة شفتها بالطول تحت بعض ومرة شفتها عن طريق جدول بالشكل الحراك شايفو ولو رجعت الارقام هتلاقي الارقام كلها مظبوطة مية في المية طبعا حتى لو ما عندكش الوفيس 365 او حتى لو انت ما عندكش البيتا فيرجن او مش عاية تشغالها اصلا فما فيش مشكلة انك تاخد فكرة وتتعلم الجديد لانه بعد شوية هتلاقي الفونشنز دي بتنزل فيه فيرجنز اخرى طبعا تغير اللي حصل في اكسل في اخر كم سنة وكل معادات الجديدة اللي نزلت في الاكسل بصراحة انا بعتبرها زي بقولوا يعني بتغير خالص طريقة العمل بالاوفيس وبالاكسل فانا شايف الواحد محتاج يواكب التطورتي الجديدة وعشان كده دايما بحاول احط الحاجات الجديدة اللي مش هتلاقوها يعني منتشرة قوي هتلاقي دايما موجودة عندي فعشان كده اكلمنا عن فيديو زي ده في النهاية لو عجبك الفيديو لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة وبحب جدا تعليقاتكو فلو سمحت بتعليق وكمان اعمل شير عشان الكل يستفيد واشوفكم ان شاء الله الفيديوات الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته